السلام عليكم ومرهبا بكم في درس جديد في درس اليوم سنتحدث عن عبارة switch case فقبل أن نبدأ في ما هي العبارة قمت بعمل هذا المثال البسيط هنا دعوني أقوم بتصغير قليلا لكي يظهر هذا المثال يوجد لدي متغير اسمه user star فأقوم بالحصول على ما يقوم نستخدم بكتابته يعني هنا أطلب من المستخدمان يقوم بالكتابة ثم أقوم بعمل parse لها لكي تتحول إلى integer لأننا نريد التعامل مع أرقام ثم بعد ذلك نقوم بعمل طباعة للعفو هنا يجب أن أكتب start بمعنى هذه النجوم فمثلا هناك دورات تجدها على الانترنت أو تقييم أي منتج يكون بالنجوم يعني من 1 إلى 10 يعطيك نجمة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 وعلى حسب تلك النجمة يعطيك تقييم محدد مثلا too bad أو bad أو good أو very good أو excellent يعني هذه فقط أنا أشياء قمت بكتابتها البرنامج بسيط كما ترون يعني هو عبارة عن مجموعة من الشروط F هنا تكتب له الف الأولى يعني يتحقق من هذا الشرط إذا نجح وكانت القيمة 1 سيقوم بتبع هذه النتيجة والعكس إذا كانت القيمة 2 سيكتب هذه وهذه وهذه يعني الفكرة واضحة وبسيطة جدا دعونا نقوم بتجربة بسيطة أكتب له مثلا الرقم 1 يقول لي star 1 1 2 bad أقوم بتشغيل من جديد مثلا أكتب له ثلاثة يقول لي star 3 3 good بمعنى جيد على حسب هذه التقييمات هنا الآن سأقوم باستخدام عبارة switch case لكي تقوم بتقليل من هذا الكود يعني switch case هي مثل عبارة الف لكنها يعني تتعامل مع الكيسس يعني أنت تقوم بتحديد الكيس لكن في لغة dart switch لديها يعني استخدامات محدودة جدا ربما إذا كنت أنت من لغة أخرى ستجد أن switch في لغة dart محدودة بشكل كبير جدا فهي لا تقبل إلا الانتيجرز أو الأرقام وسترينجز أي النصص هو الكونستانت تايم التي لم نتعفع لها حتى الآن لكن object يكون ثابت يعني هذه الأشياء الوحيدة التي تقبلها على كل حال نحن لدينا هنا أنتجر بمعنى يمكننا استخدامها سأقول له switch ثم أذكر له الشرط الشرط هو يعني نفس الشرط هنا أو عفوا هنا نذكر له القيمة التي نريد أن نقوم بمحاولة معرفتها القيمة هي user star هنا يجب أن تكتب القيمة التي تحاول أن تعرف حالتها فهنا نبدأ تكتب له كيس تكتب كلمة كيس مهمة جدا ثم تعطيه القيمة التي تفكر فيها فمثلا إذا كان يأخذ القيمة واحد سيقوم بالتالي سأقوم أنا بنسخ هذا السطر لكي لا أطيل ونقوم هنا بالكتبة لكن إذا كان لديك أكثر من سطر فيجب أن تقوم بوضعها داخل السكوب بهذا الشكل يعني إذا كان لديك أكثر من سطر في الكود الخاص بك أكتبها بهذا الشكل لكن كما ترون أنا لدي سطر واحد فقط وأحاول تنظيم الكود إلى أقصى درجة ممكنة سأكتب له الكيس اثنان في حالة الكيس اثنان ما الذي سيحدث ثلاثة أربعة خمسة هذه هنا ستكون ثلاثة هذه أربعة وهذه هنا خمسة دعونا نرى المشكلة المكتوبة هنا يقول لك فهذه من الأشياء المحددة أيضا التي يجب أن تقوم بها ففي كل كيس يجب أن تقوم بعمل بريك في النهاية يعني لا يمكنك الهرب من هذا الأمر يجب أن تقوم بعمل بريك في نهاية كل سطر فسأقول له أنا هنا بريك سنكتبها هنا يعني تخيل أنها في السطر الثاني سأكتب له بريك هكذا بهذا الشكل ثم أقوم بعمل فصل المقطة كما ترون أظن أني اخطأت عندما قلت لكم يجب أن تقوم بعمل هذه السكوب أو هذه الرمز هنا لكي تقوم بعدة أسطر كما ترون يمكنكم القيام بذلك بدون أي مشاكل فمثلا الآن يمكنني أن أقوم بعمل بريك لشيء آخر كما ترون أقوم بعمل الفصل المنقطة وستنجح معي بدون أي مشاكل يعني يمكنكم أن تعملوا أكثر من سطر بدون أي مشاكل أنا سأترك سطرين فقط لأن هذا هو ما أحتاجه سأقوم بنسخ هذه البريك في أكثر من مكان سأقوم بوضعها هنا هنا وفي الأخير يعني البريك كما تعلمون لقد تعرفنا ما هي حتى أنه يمكنكم استخدام الشيء الآخر والذي هو الكونتينيو في هذه الحالة هنا نستخدم البريك يعني من أجل الأداء فإذا كانت الكيس واحد تحققت والنتيجة يعني إذا كانت القيمة هي واحد فلا حاجة لكي يذهب إلى القيمة الأخرى فيجب أن يقوم بعمل بريك هناك الآن سنقوم بتغيير هذه النصوص فمثلا في حالة كانت القيمة هي إثنا سأكتب له بات فقط ثلاثة سأكتب له كود هنا سأكتب له very good وفي الأخير excellent دعوني أقوم بنسخها هنا هكذا بهذا الشكل الآن سأقوم بحثف هذا الكود أو تعليقه كما قلنا لكي لا يعرقي لنا أثناء العمل ونرى النتيجة بعبارة switch كما ترون الكود أكثر مقرؤية من هذا الكود فلو قمنا بمقارنة بسيطة دعوني أقوم بالتقليل هنا أقوم بحثف تعليقات فكيف ترون المقرؤية يعني هذه هي المقرؤية يجب أن تعرفوا if else if else الكثيرة تكون معرقلة كثيرا لكن هنا الكود واضح جدا ومرتب يعني ما رائع جدا فالذي نقوم به هنا سأقوم بحثف هذا الكود أو تعليقه ونقوم بتشغيل من جديد نجرب القيمة واحد مثلا سيقول لي واحد two bad مثلا سأقول له القيمة ثلاثة good مثلا سأقول له القيمة خمسة excellent هذه هي عبارة switch case أتمنى أن تكون المفهومة والغرض من استخدامها مفهومة لا تنسوا أن تتركوا لنا ما هي تقييمكم لهذه الدورة لحد الآن يعني أعطونا القيمة من واحد إلى خمسة حال هذه الدورة يعني إذا كان تقييم الأقل من الثلاثة أو الواحد أو الاثنان يعني إذا كان واحد من هذه القيمة فقط أترك لي السبب لكي أعرف وأقوم بتحسين الدورة فهذا ما أتمنى منكم ونلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله